أبو عبد العزيز من الجزائر يسأل فيقول هل الطلاق بلفظ واحد ثلاثا يقع عندما يقول الزوجة أنت طالق ثلاثا أولا وقبل كل شيء يعني قبل أن أقول الحكم الشرعي علينا أن نتق الله علينا أن نتق الله وأن لا نستعجل في إيقاع الطلاق وأن لا يجرك الشيطان للوقوع في هذا الخلل والخطأ ونحن في الحقيقة السبب الحقيقي في كثرة الطلاق أننا لم نأخذ المنهج الشرعي في معالجة المشكلات الزوجية يا أخي المنهج أولا إذا رأيت خللا علم إنصح عظ أنت أو غيرك وبعدين بعد مرحلة الوعظ والتوجيه ومحاولة البناء العلمي والفكري ونعطيها معلومات ما نفع نهجرها ما نستعجل ما نفع بالمسواك نقول لها عيب ما نفع حكم من أهلي وحكم من أهلها ما نفع بعد ذلك الطلاق لكن على أي حال إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا بلفظ واحد تقع طلقة واحدة على الصحيح من كلام أهل العلم نعم موسيقى موسيقى